بعد كاس العرب فترة لتكلم عنها الكابتن دياء السيد كان فترة مهمة جدا مع متاخد مصر بطولة كاس الأم الأفريقية صح كده في الكاميرا صح دي من البطولات اللي تقلق فيها بشكل كبير عمر كمال عبدالله يعني انا زي ما قلت حراك البطولة دي وحجزت مكان اساسي في المنتهى الحمد لله يعني الفضل معنا ربنا طبعا المطش ده كان اول مطش في البطولة نيجيريا واقرى من حبيبي اتصاب فاول مطش وجعله رباط صليبي المطش ده نزل محمد عبدالمنعم باكرايت باكرايت انا اقول بس حاجة ما حدش عارف الموضوع ده خالص اه فانا انا مقتنع بحاجة طول ما انا ما بلعبش طول ما ربناش يلي حاجة كويسة وبعد عني حاجة وحشة فخلصنا المطش الثاني يوم كان فيه تمرين للعيبة اللي هي ايه ما كانش بتلعب في المطش اه مشاركوش فانا اتمرنت وساعتا كان كابتن محمد شاوق يشاهد على الكلام ده اه لقيت الكيروش بيندهلي هو كابتن محمد شاوقي ومع المترجم الناس الطريقة دي قال لي انا عرفك قطوله لا قال لي اعرف والدتك قطوله قال لي اعرف مراتك قطوله عرف صديقتك قطوله قال لي اعرف ابوك قطوله قال لي اعرف وكلك قطوله ايه طب انا جايبك هنا ليه قطوله عشان مش عارفي يعني كيروش والله قال لي انا جايبك قطوله ما عرفش قال لي انا جايبك هنا عشان انا مختنع بيك قال لي من بكرة من النهاردة لحد اخر يوم في البطولة انت اللي هتلعب حلو وحش انت اللي هتلعب ده هيك نفسي وبحط لك يعني بديك ثقة فهو قال لي كو دي الله يا كابتل اللي ان انا تاني يوم في التمرين بطلع نار في التمرين باقل 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 ملعب باقل صعابي فرح قال لي الجوم نتين دول فتخيل بقى لما مدير فني لمنتخب مصر بيقول لي حراركي الكلام ده وانت اصلا ملعبتش اول ماتش معينا كنت البديل باقرأت للأقرم ولعب محمد عبد المنعم فطول البطولة دي بقى الكلام ده هو اللي فرق معي نفسيا طول البطولة فيها باتش تاني كان من ويعني قلنا مسيناريو البطولة برضو المباراة جيريا آه آه غينية السودان بعد كده مغرب كوت دي فور المغرب المغرب الدكاء الكاميرون وبعد كده سنغال انا خدت انظارينت فماتش المغرب وماتش الكاميرون اهو كان النهائي السنغال مالعدتش لمشاهدتش السنغال مالعدتش ماشاء الدكاس لعب امام عشوالهو اللي قب First of Europe المهمة اللي انت ما تنسيهاش. خلص. خلص يعني كان دايما بابا كان دايما يقول لي كان مسلا في ناس من صحابي مسلا يعود يحظروا معي يا كابتن مصر يقول لي لا لا انت ولا كابتن مصر ولا حاجة لما تحيي العلم انا اقول لك يا كابتن مصر. كبال لما رجعت من المبادرة دي. قلوا لا لا انا وقفت والسلام الوطني مش حيا مرة واحدة. فبيقول لي فالصحابي جايين لي بيعادين معي بيقول لي بيحظروا معي وبينكشوني قدامه يعني ايه كابتن مصر اللي هو حق ودلوقتي دي كابتن مصر ده حيا العلم. حيا العلم خاص.